سورة العاديات سورة العاديات هي سورة مكية أي نزلت باللهزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النورة على خلاف بين الصحابة في ذلك أنها مكية أو مدنية وآيتها إحدى عشرة آية قال الله سبحانه وتعالى مقسما بالعاديات أقسم الله سبحانه وتعالى بأمور على شيئين أقسم على أمرين مهمين أولا أقسم بالعاديات العاديات هي الخيل التي تعد قال تعالى والعاديات ضبحا أي الخيل تعد في سبيل الله ضبحا أي تصدر صوت الضبح حمحما هذا الصوت يصدره الخيل عندما يكون يعدوا في سبيل الله ومن التفسير التي قيلت في معنى ضبحا قالوا أنهم كانوا إذا أخذوا الخيل لكي يعدوا أو يذهب إلى معركة في سبيل الله كانوا يلجمونه لكي لا يسمع العدو صوت الخيل فيعرف مكانه فعندما كانوا يلجمونه يتنفس الخيل بصوت عالي بحمحمة هذا الصوت هو الضبح والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فأقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل وهي تعدو فالموريات قدح أيضا الخيل بحوافرها عندما تضرب بالأرض وتضرب بالسخر فكأنها توري النار توقل النار عندما تضرب وهذا إذا سارت بالليل فالمغيرات صبحا أيضا الخيل عندما يغدو على العدو وعليه فرسه يغدو في ورد الصباح فالمغيرات فيغير على العدو في وقت الصباح والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا يعني هيئنا القبار مكانهن فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا أي توسطت الخيل مكان العدو بعدما غدت وهي تغض في سبيل الله بعدما فعلت هذه الأشياء فأثارت الغبار وأوقدت النار مكان ضربها بالأرض وبالصخر فتوسطت وسط جموع العدو فوسطنا به جمعا هذا كله يقسم به سبحانه وتعالى ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بشيء عظيم وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى ولكن ابن آدم نوهي أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صحاته فقط ولا يجب له أن يحلم بالنبي أو بجاه النبي أو بحياة فلان أو من أشياء التي تسمعوا هذا كله شرك بالله ولا الكعبة إنما ورب الكعبة ولكن الله سبحانه وتعالى يقسم بمخلوقات ذكرها في كتابه وهذا إلا أنه يريد أن يعظم هذه الأمور فاسمع على ماذا يريد أن يقسم سبحانه وتعالى يقسم على أمرين لابد للإنسان أن يتفطن لهما قال تعالى إن الإنسان لربه لكلود لكلود يعني كفور كثير الكفر والجحود بنعمة الله سبحانه وتعالى قال الحسن المصري رحمه الله كما نقل عنه ابن أبي حاتم أي يعد المصائب وينسى النعم هذا هو ابن آدم ابن آدم يعد المصائب عد إذا نزلت به مصيبة ينسى كل نعم الله التي ألعب به عليه فهذا هو الكنود الكفور إن الإنسان لربه لكنود المراد من الإنسان قال هو الكافر والجاهل بربه إما إنسان كافر لا يؤمن بالله أصلا أو هو جاهل بربه سبحانه وتعالى لم تتهذب روحه بمعرفة الله ومحابه ومكاره ولم يزكي نفسه بفعل المحاب وترك المكار أي لم يؤمن ويعمل صالحا المؤمن الذي يعمل الصالحات إذا نزلت به مصيبة تلقاه صابرا رابط الجأش إن الإنسان إن الإنسان القلق هلوع إذا مسه الشر يزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصد وذكر صفاتهم بعد ذلك فالمؤمن الذي يعمل الصالحات أمره مختلف لكن هذا الإنسان الكافر الجاهل بربه الذي لم يؤمن ولم يعمل بما أجبه الله عليه أقسم تعالى على أنه كفور لربه تعالى ولنعمه عليه أي شديد الكفر كثيره بذكر المصائب يشعر بها ويصرخ لها ويصر عليها وينسى النعم والفواضل عليك فلا يذكرها ولا يشكر الله تعالى فالكنود هو الكفور قال تعالى وإنه على ذلك لشهيد أي وإن الله تعالى على هذا الوصف الإنسان لأنه شهيد فالله شهيد على هذا الوصف في الإنسان فأخبر تعالى بما علمه من الإنسان وشهد به عليه كما أن الإنسان شهيد بأعماله وصنائع أقواله وأفعاله شهيد على نفسه بالكفر والجحود ثم الأمر الثاني الذي أقسم الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الأقسام التي مضت قال وإنه لحب الخير لشديد هذه الصفة الثانية في الإنسان الذي أقسم الله عليه وإنه لحب الخير لشديد والخير هو المال هذا مما أقسم الله تعالى عليه أيضا وهو أنه شديد حب المال وسمي المال خيرا تسمية العرفية تعارف عليها الناس من حيث أنه يحصر به الخير الكثير إذا أنفق في مرضات الله تعالى قال سبحانه وتعالى عن سليمان أنه قال وأحمدت حب الخير عن ذكر ربي حتى انتوارت بحجر تسمى الخير خير لأنها من جملة الأموال وقال تعالى سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وما تنفق من خير يعلمه الله وقال تعالى سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن الخير هو المال فتعارف أنه هو المال فأقسم الله سبحانه وتعالى على هذين الصفتين في الإنسان أنه كفور وأنه لحب الخير لشديد كما قال تعالى إن ترك خيرا الوصية يعني الإنسان وهو ميت لما يموت إذا ترك خيرا يعني ترك مال يوصي قبل أن يموت فللواردين إلى آخر الآية هذا هو شاهده يعني ثم قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقبير وهذا الاستفهام أفلا يعلم استفهام إنكاري استفهام إنكاري أي كيف يكفر الإنسان بربه ويجحد نعمه عليه وإحسانه إليه ويحب المال أشد الحب فيمنع حقوق الله فيه بل ويكتسبه مما حرم الله فلا يبالي من أين اكتسبه ولا فيما أنفقه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم هذا الإنسان الجاهل الكافر ربه أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أي بعثرة القبور وأخرج ما فيها من البشر الحساب والجزاء ووقف بين يدي الله تعالى وأفرز وبين ما كان فصيا في الصدور من الاعتقادات والنيات الصالحة والفسدة فلا يخف على الله منهم شيء قال تعالى يوم تبلى السرائر هذه السرائر تبلى تكشف يوم القيامة وتظهر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير كما هو الخبير اليوم سبحانه وتعالى إلا أنها ساعة الحساب والمجازاة فذكر فيها علم الله تعالى وخبرته بالفواهل والبواطن والضمائل والسرائر فلا يخف على الله من ذلك شيء وسيتم الجزاء العادل بحسب هذا العلم وتلك الخبرة الإلهية فلو علم الكفور من الناس المحب للمال هذا وأيقنه لعدل سلوكه وأصلح من اعتقاداته وأقواله وأعماله فالآيات دعوة إلى مراقبة الله تعالى بعد الإيمان والاستقامة على طاعته ما يستفاد من الآيات أولا الترغيب في الجهاد والإعداد والإعداد له كالخيل كالخيل واليوم نفافات الطائرات والوسائل الحديثة قال تعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ثانيا بيان حقيقة وهي أن الإنسان كفور بربه أن الإنسان كفور لربه ونعمه عليه يذكر المصيبة إذا أصابته وينسى النعم الذي ربطته من رأسه إلى أخمص قدميه إلا إذا آمن وعمل صالحا كما ذكرنا ثالثا بيان أن الإنسان يحب المال حبا شديدا إلا إذا هذر بالإيمان والأعمال الصالحة وتحبون المال حبا جمى وإنه لحب خيري لشديد إلا إذا هذر بالإيمان وصالح الأعمال تلقى المال لا قيمة له عندها جاء كما ذهب لأن الدنيا في يديه وليست في قلبه سريع ما يتركها إذا جاءت في يده حمد الله عليه وإذا ذهبت لم يبالي كما قال الإمام أحمد بن حمد رحمه الله تعالى في وصف الدنيا عندما تكون في يد الإنسان وليست في قلبه تسيطر عليه فإذا دخلت قلبة الإنسان والعياذ بالله تلقاه يوالي ويعادي من أجلها ويرضى ويحزن من أجلها أليس كذلك؟ أما إذا كانت في يده يؤمن بالله واليوم الآخر ورجل يعني لا تهمه الدنيا جاءت أم ذهبت ليعلم أنها مدة قصيرة وسيلهم عن هذه الدنيا إلى دار الدار الإقامة الدائمة دار النعيم أخيرا تقرير عقيدة البعث والجزاء أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحص ما في الصدور إلى آخر ذلك من الآيات إلى نهاية السورة وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة سورة العديات وما أجملها من سورة حتى قال بعض العلماء وأورد سؤالا طيب لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر الخير بهذه الصفات ولا عاليات ضبحة فن مريات قدحة فن مريات صبحة فأخرنا به نقعة فوسطنا به جمع إلا الإنسان ما علاقة هذا؟ إن الإنسان كهو لا هو وجه الشبه مش كبه أو يعني ما يريد أن يقوله يعني اجتهد بعض المعاصرين فحاول أن يربط بين الخير وما تفعله مع الفرس أو مع الفارس في المعركة بهذا الإنسان فقال الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا هذا الخير الذي هو أطاع صاحبه الفارس الذي هو عليه ففعل ما فعل فهي ذهب بها إلى أرض العدو وعدت جرت بسرعة حتى أنها تقدح الأرض كما سمعنا ويخرج شرار وأيضا تصير النقع الغبار وتوسطت العدو هذا كله طاعة للفارس الذي عليه هو الذي يقولها صح؟ في الآخر بهيمة من الذي يقولها؟ فأنت أيها الإنسان الذي أنعم الله عليك ألا ترد جزء من جميل الله عليك ونعمه عليك وتكون مثل هذا الخير الذي رد الجميل صاحبه الذي علفه والذي رداه والذي روضه فلم يخزيه ولم يخذره في أرض المعركة وأنت أيها الإنسان الذي أنعم الله عليك منذ أن كنت جرين في بطن أمك إلى أن خرجت وأنت تتمرق في نعم الله ومع ذلك أنت كفوف شوفت الرغط؟ ألا تكون مثل هذا الخير الذي أطاع سيدك ومولاه فأنت كذلك أيها الإنسان أنعم الله عليك فكن لربك شاكرا راضيا جزء مما أنعم الله به عليك فهذا الرفض من جميل ما قيل في الرفض من الخير وبين الإنسان في مسألة طاعة الخير الفرص وأن الإنسان يكفر ويجحد نعم الله عليه جعلنا البالو إياكم من الطائعين الشاكرين أقول قولي هذا واستغفر الله عليكم سبحانه وتحمدك أشهد الله لا 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 أنت استغفر وفتوب إليك وصالبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر